السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير فيديو اليوم خصصتوا لتحضير أربعات الأشكال هذه المشروبات الرائعة المغدية والمنعيشة تتميز بالقيمة الغدائية العالية لأنها غير الفواكه أو الخضار أو الفواكه والخضر يعني مغدية ومزيانة في الصحة والوليدتنا ومناسبة لنخففه من الحرارة التي تكون في الصحة وفي آخر الفيديو سوف نشارك معكم الطريقة الصحيحة لتجميد الفواكه لنحضر هذه المشروبات ونحضركم مع المقادر وطريقات التحضير أول نوع سموثي سوف نحتاج الكاس الحليب حليب سواء نباتي أو حيواني هنا فخيز مجمدين فخومبواز ويغورت طبيعي سوف نضيف لهم السوريز بما أن الموسم لهم هذا فقدرتهم طريين وعندنا هنا الفانيلا السائلة وشوية العسل لكي يبقى اختياري أو حسب الضوء في الميكسر تضيف دائما السوائل هم الأولين أنا أضفت الحليب واللول إذا كان لم يضيفه واللول أو العاصير سوف نساعد الميكسر أن يتحلي نضغية وليس نخرجه على المواس سوف نضيف الفواكه والكيمية حسب عدد الأشخاص اضفت هنا الفانيلا والعسل اللي سوف يبقى اختياري أو لحسب الضوء من بعد هنا سوف نضيف لغورس طبيعي أو لا يكون مناكه يجعل القوام السموثي يكون قوام كريمي وزوين سوف نتحنه نجعله تتحن حتى المدر كافي يجعل الجانس وتتحن جيد وعلى ثاني من كتروش ونطوره بزافة في الطحين لأنه يتحنه بزافة يجعل الموس ويضيع القيمة الغدائية للفواكه دائما يسبب لكم فواكه موسمية لموجودة في السوق خذوها وجمدوها لأنها تصلح بزافة كالسموثي أو ونطوره ونطوره السموثي الثاني فيه كاس عصير البرتقال لديه المونغ المجمد القطاع يكون دائما صغر لكي نحفظه على الميكسر لديه الأناناس طري مجمد لديه كمية الجزر تقريبا نصف الجزر التي حاولت أن نقطعها القطاع الصغيرة سواء تقطعها أو لا تحكوها سوف تضيف قطاع القرفة مع القرفة مع الليمون أو المونغ سوف نضيف المكونات كلها في الميكسر ونطحنها ممكن أن تضيفه قليلا 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 لكي تحصل على القوام يكون تقين قليلا ونضيف تقريبا نصف علبة الياغورت الطبيعي والعسل حسب الاختيار الذي يوجده بالعسل أنا لا أضيف بعض العسل لكي تحصل على القوام المطلوب الياغورت يبقى اختياري ولكن أعجبني أن أضيفه في السموثي لكي أعطيهم القوام كريمي جيد نستطيع أن نضيفه الذي تعجبني في السموثي هو أنه نستطيع أن نخلط فواكه وخضر ونصف ولكن لا يشربهم فواكه سموثي لا يشعرون بهم ويستفدون من القيمة الغدائية خصوصاً أنه لا يكونوا طيبين طريقة 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 جيدة لكي نستطيع الخضر وفواكه نستطيع نضيفه السموثي الثالث نصف البديل الافوكا لدينا الافوكا طيبة وضعت لها الكيوي المجمد نصف البديل الياغورت الطبيعي نصف البديل نصف البديل عصير الحامض لكي يبقى السموثي يبقى السموثي يبقى السموثي والعسل يبقى اختياري ممكن أن تعودوا العسل بالسكر ولكن نفضل أنه يبقى صحي نصف البديل نصف البديل إذا كان لديكم ميكسر لم يجهد تقدروا تضربوا قليلا تهرسوا قليلا ونضفت حليب لكي يكون تحكم في القوام السموثي بالإضافة الحليب تدريجيا لا يجب أن يأتي جاري لأن السموثي معروف أنه يأتي قليلا المهم في السموثي لأنهم يتوجدوا ويتستهلكوا لكي الساعة نضيف الشكل الأخير والمحبب عند الوليدات في الشوكولات نضيف حليب دائما أختيار الحليب نضيف لها البانان مجمد ومع القادة الكبيرة الكاكاو وهناك إضافة نضيف معلقة كبيرة البغض كاكاوات أو العجين الكاكاو القابل للدهن يأتي رائع المدق مع الشوكولات سوف نضيف نضيف هذا الشكل سموثي يوجدون الكثير من الوليدات يحمقوا عليه لأن أي حاجة في الشوكولات سوف يحمقوا عليها وطريقة لكي نشرب الشوكولات لأن الشوكولات تشرب شوكولات لكي نستهلكه لكن الكاكاو يكون نوعية جيدة ونقدمه مباشرة بعد أن تنطحنه وبالصحة بالنسبة للفواكه هنا عندي حبة المنك سرعت لكم هذه البلاسة لأن طريقة تقطيع الفواكه هنا بينها نحاول أن نقطع مربعات لتكون قليلا صغيرة ونضيفهم في واحدة لاتا ضروري من فرشه لها سواء البلاستيك الغذائي بلاستيك الغذائي لكي لا يلسقنا في الطاوة نحاول بيناتهم قليلا هنا أخذت قطعت قطع شرائح وستفتهم بعد بيناتهم ونضيفهم في الكنجلاتور حتى يجمدهم هنا أحب الأناناس حاولت أن نقشرها جيدة و القطعات هي القطع صغيرة الأناناس يوجد لب الوسطاني يعني تقصره وتحاول تقطعه من الجلب حتى تجعله الوسط لا يستهلك لأنه يكون قاسح كما ترون هنا قطعت هنا يجب أن هذا الوسط يكون قاسح و لا يستهلك نقطع القطع مربعات صغيرة ونقوم بإمكاننا المونج والكيوي كذلك بالنسبة للبانان إذا كان لديكم بانان طيب لا تجمده هو الذي يعطي الحلاوة السموثي يعني تستطيع أن تضيفه غاز السكر وكتبعد بيناتهم حتى يقصحوا وكتفضوا بهم في الأكياس بلاستيكية كاملة وكتبعد السموثي وكتبعد الكمية نتمنى لك الفيديو أعجبكم وستفتو توجد هذا السموثي للوليدات سوف يعجبوهم لا تنسوا من التعليق وشكرا على الوفاء إلى فيديو قادم إن شاء الله